المشكلة وصلت بهم ان فيه فيلم اعلن عنه مؤخرا ودخل مسابقة افلام في اوروبا وفاز بجازتين اسمه باز موسى بالقشطة الفيلم ده هم ما شفوهوش لسه بس هم عرفوا ان القصة انهو بيحط على زباط الداخلية وبيحط على الداخلية وبتاع فايه انتفضوا انتفضوا بقى اين اللي حصل تعال اشوف يا سيدي هوريك وراء بعض احمد موسى ومحمد الباز بيهاجموا فيلم لسه منزلش ما تشافش يعني انت عملوا عرضين عرض خاصه بتاع مجموعة شفته انما هم شفوهو لا هم عرفوا ان هو بيهاجم وبيفضح اساليب الداخلية في التعزيب والتعامل مع المساجين وا 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 فيعمل ايه يطلع يهاجمه قبل ما يشوفه اصلا جاية هيكون في دوشة في الاعلام الدولي اعلام الدولي واعلام الارهاب وانا بقولكو اوه دلوقتي بقول لحلقكو هيكون الايام الجاية هيصل ايه ايه الحكاية جماعة الاخوات الارهابية والتنظيم الدولي عملوا فيلم صوروه داخل السجون التركية خلي بالك من الكلام لو اقوله لسيادتك صوروه فين داخل السجون التركية الفيلم اسمه بسبوسة بالاشطة اسم الفيلم كده اسمه ايه بسبوسة بالاشطة ده فيلم تركي يعني التركية ومع الاخوان واللي انتجته قناة مكملين الارهابية ده الفيلم اللي قدام او بصر بتاع الفيلم اللي قدام حضراتكم الفيلم ده هيتعرض في اوروبا مراجان الاوروبي العفلان المستقلة الفيلم ده اه انتاج تركي اخواني زي ما قلت لحضراتكم ده عملوله عرض خاص وهيعرضوه فيه حاجة اسمه مليابا نورما الفيلم الاوروبي في تركيا يمكن خلال ايام مين مخرجه مخرجه واحد اسمه عبادة البغدادي ولازم منها تتوقف عند عبادة البغدادي ده ليه لانه عبادة البغدادي ده هو هو واحد شوف بصت امه ماشي بيقوم باخراج افلام وسائقية للجزيرة وتحديدا الافلام الوسائقية التي تضرب في المجتمع المصر وفيها كم كبير جدا من المبالغات ده مش بس كده ده عاملين فيلم وجههم عبادة البغدادي المخرج الواعد اللي بتمناله التوفيق وبتمنى للفيلم النجاح والازدار ليه يعني ما هو ده باز عبادة البغدادي اللي علم على افاكو في الشؤون المعنوية هو ده نفسه عبادة البغدادي اللي علم على افاكو في الشؤون المعنوية واذا الناس مش عارفة فالباز عارف وتعليقه على عبادة تحديدا هو عارف ليه ده عبادة البغدادي اللي علم على افاكو الشؤون المعنوية في مصر ان شاء الله انا بس ان شاء الله الفيلم ينتشر وحداتكو تشوفوه قريب وينجح ويكون على مكملين وكلام ده كله بس انا عايز اقولك بس هنا حاجة مهمة هو ما شافش الفيلم يعني احمد موسى ما شافش الفيلم ولا محمد الباز شاف الفيلم بس الهس هس جاي منين انه فيلم فيه محمد شمان وهي شام عبد الحميد وطبعا شام عبد الحميد اللي ما يعرفوش شام عبد الحميد اكيد معروف جدا وفيلن ويعني صف اول في السينما المصرية واول افلامه وكان غرام الافاعي وكان يعني لما كان دور تاني كان محمد زكي واول فيلم دي كان بطولة قدام لاي العيل وقصص يعني ومحمد شمان كان مع اهنيدي وكان ومعروف طبعا من جامعة القهيرة وكان مع اهنيدي وعاد الامام وقصة كبيرة فالاتنين ومخرج شاطر ومجتهد والفيلم واخد جوايس في اوروبا فنستعدله بقى نستعدله بقى بسرعة قبل ما ينزل ويتأثر بين الناس نعمل له ايه دعاية مضادة بس عشان هم اخبية مش عارفين ان الشعب المصري اول ما يسمى احمد موسى بيقولك بتفرجش على مش عارف ايه يتفرج طبعا احمد موسى بيقولك لا يبقى صح اه ولك وحش يبقى حل فدي احسن دعاية بشكر طبعا المتأمر لهبل احمد موسى على دعايته للفيلم وان شاء الله يوصل الفيلم الناس كلها ويكون فيلم معبر بصدق وينول اعجاب الناس ويكون بداية لأفلام هدفة مش بوم 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 بتاعة الاخ اسمه ايه محمد رمضان لا يكون افلام بتعبر عن الواقع المصري وافلام هدفة لها هدف وفيها قيم مجتمعية طيب عموما قبل ما نختم بقى نوريكم مع بعض ايه هو باسبوسة بالقشطة ده في فيديو حالة الهسهس اللي حصلة عند اعلام السيسي لمجرد نزول بوستر وعشرين ثانية ولا تلاتين ثانية من الفيلم كاد عائل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا جماعة يعني انتو عندكو مليارات مليارات بتصرفوها على الاعلام والافلام يعني حيزعيكو فيلم معمول بامكانيات بسيطة ولكن بعقول بتفهم يعني انتو اضعف اوي من اي حد شكرا